فإن استطعتم وخلي بلنا بقى من الوصية النبوية فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني إيه ألا تغلبوا يعني أنتوا تقوموا الأسباب اللي بتخليكم ما تحضروش صلاة العصر حاضرة وصلاة الفجرة حاضرة فإنتوا بتغلبوا بتغلبوا الأسباب اللي بتضعف شهود الصلاة دي حاضرة فقال وقبل غروبها إذا ما تقدروا أنتوا تحضروا الصلاة دي صلاة الفجر وصلاة العصر اللي هي قبل غروبها قال ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني اللي هيحافظ على الصلاة دي طبعا فضل الله واسع لكل العباد المؤمنين الطائعين لكن فيه وصية نبوية جاءت بتتكلم عن من أراد أن يكون ممن تفضل الله عليهم برؤيته يوم القيامة حافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر فرؤية الله الكريم جل جلال الله يوم القيامة هي من مزيد التنعيم للمؤمنين والتشريف ورد عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة لم أهل الجنة بقى يستقروا بعد الموقف والحساب وربنا يسلم واستقر أهل الجنة في ديارهم قال سيدنا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى ربنا بيكلم أهل الجنة بيقولون تريدون شيئا أزيدكم عايزين حاجة تانية نفسكم في حاجة تانية أزود لكم حاجة تانية في شئ نائسكم تريدون شيئا أزيدكم فيرد أهل الجنة على الله سبحانه وتعالى فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلى هذه الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة وصدق ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فنظر المؤمنين لربهم يوم القيامة حيكون على قدر طاقة المخلوق بعد طبعا ما يحصل إن إحنا حنكون على هيئة أو يحصل لنا من التهيئ المناسب لهذه الكرامة العظيمة وهي التشريف بالنظر إلى وجه الله الكريم فاللهم اجعلنا من أهل الحسن وزيادة واللهم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة اللهم آمين أجمعين نرجع لطلب سيدنا موسى لرؤية ربه إن الطلب ده كان من سيدنا موسى عليه السلام من باب تعلق سيدنا موسى بأنوار الله واشتيق نفسه طاقة نفسه لما هو أكثر وأكثر والحقيقة هل هناك حب أعظم من ذلك؟ أو هل هناك تعلق أشد من هذا التعلق؟ هل هناك حب أعظم من هذا الحب؟ أو أن هناك تعلق أشد أو أكرم من هذا التعلق؟ إنه يتعلق العبد بمولاه حب وتعلق ملك على نبي الله موسى عليه السلام ملك عليه سيطر على عقله وقلبه ووجدانه وكيانه ونفسه وجسده حتى أراد رؤية ربه فألم بسيدنا موسى ما ألم به من هذا الطلب وها هو عليه السلام سيدنا موسى يسقط على الأرض مغشيا عليها فلما أفاق لما قام عليه السلام لما صحي من حالة الإغماء اللي ألمت به أقبل على الله يعني منزها له تائبا إليه من طلبه يقول له بكل روحه وقلبه ووجدانه تنزيها لك يا رب وتبرئة لك أن يراك أحد في الدنيا تبت إليك من سؤالي لأن إحنا ما نقدرش في الدنيا لكن المؤمنين يمكنوا بفيض من نعم لا إن هم يكونوا من أهل رؤيته يوم القيامة فأل وأنا يا ربي أول المؤمنين بعظمتك وجلالك فقال عليه السلام كما جاء في القرآن قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم